فضيلة الشيخ وصلنا هذا السؤال تقول الأخت امرأة يوسوس لها الشيطان في صلاتها وفي ذهابها ومجيئها بوساوس عظيمة تستحي أن تذكرها وخصوصا فيما يتعلق بالله عز وجل هذه المرأة تقول بأنها خائفة جدا فما توجيه الشيخ صالح في هذا السؤال الحمد لله هذا من كيد الشيطان فلا يهمها ذلك ولا تتكلم به ولا تهتم به وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويذهب عنها بإذن الله هذا الوسواس ولا يضرها عفية لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل نعم ترجمة نانسي قنقر